طيب التعليمية مدرسة كل أسرة والمراجعة لرياضيات الصف الثامن مرحلة الأساس وعندنا هنا على السبورة مسلس ألف بق جيم مدرنا طول ألف جيم 8 سنتيمتر وطول الضلع بق جيم 5 سنتيمتر وألف بق عبارة عن عدد صحيح أو الضلع مفقود قال من هذا المسلس المسلس ألف بق جيم أجيب عن الآتي قال أبضلع ألف بق هذا أبضلع المفقود لابد أن يكون أكبر من نقاط سنتيمتر وأصغر من نقاط سنتيمتر المعلومتين دلال الاثنين لابد أن يكون أكبر من معارف أننا في النظرية في التباون في أي مسلس مجموعية الآن أكبر من أبضلع الثالث وعندنا نتيجة من هذه النظرية بتقول في أي مسلس طول أي ضلع أكبر من الفرق بين طولي الضلعين والآخرين فلهم يقول لي الضلع المفقود لابد أن يكون أكبر من معناها طوالي أكبر من شنون الفرق بين طولي الضلعين ألف جيم وبا جيم فطالما ألف جيم طوله ثمانية وبا جيم طوله خمسة بجيب الفرق بينهما يعني بقول ثمانية ناقص خمسة ثمانية ناقص خمسة إلا بقى لابد أن يكون أكبر من ثلاثة سنتيمتر له الفرق بين ثمانية وخمسة ثلاثة وأصغر من ده عكس النظرية النظرية بتقول مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع السالس أو في أي مسلس مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع السالس يبقى عكس النظرية في أي مسلس معناه طول أي ضلع أصغر من مجموع الضلعين الآخرين يبقى هذا الضلع المفقود لابد أن يكون أصغر من بجمع الثمانية زايد خمسة ولو يكون أصغر من مجموع الضلعين الآخرين يبقى ثمانية زايد خمسة له طلات عشر طيب أجي هنا السؤال بصف في نفس الكلام قال إذن أكبر قيمة صحيحة للضلع الآخرين يعني أكبر قيمة صحيحة تكون ممكنة للضلع الآخرين يعني الآخرين جيم ممكن يكون كم أو أكبر قيمة ياخذها هي كم فبقوم أعمل طبعا طالما هو أصغر من 13 طالما الضلع ده أصغر من كم 13 بنقص من 13geb 1 عشان تكون أكبر قيمة هي كم 12 12 سنتيمتر 12 سنتيمتر يبقى أكبر قيمة بعمل شنو أكبر قيمة معناها بجمع عبد العين تمانا زيادة كم خمسة وأنقص منهم واحد تكون أكبر قيمة لبضيلة عالي بها هي 12 شنو سنتيمتر لأنه أصغر من كم من 13 وأصغر من 13 لابد أن يكون طوال وباشرة كم 12 وأصغر قيمة ممكنة قبل أن يجبنا هذا الضيل يقولنا أكبر من كم من 3 معناه بضيف للتلاتة واحد هل تكون أصغر قيمة هي كم 4 سنتيمتر يبقى السؤال واضح أي ضيلة لابد أن يكون أكبر من أجيب الفرق بين العددين أصغر من شنو أجمع الرغمين مع بعض طيب أكبر قيمة ممكنة هي شنو بجمع الرغمين مع بعض وأنقص منهم كم واحد أما أصغر قيمة ممكنة للضلع المفقود معناها بطرح الضلعين من بعض اللي هي 8 نقص كم 5 واضف لها 1 8 نقص 5 في 3 واضف لها 1 معناها أصغر قيمة كم 4 لو بعد ذلك لو عايز الأطوال الممكنة مرات يقول لك جد مجموعة الأطوال الممكنة لآلبة معناها حابدة من شنو من الأربعة لحد الاثناشر بفتق غوثين ومويدين بكتب أربعة خمسة ستة سبعة لحد إطناشر وأكفر غوث المجموعة طيب قال ليه لو كان طول آلبة أربعة سنتيمتر لو فرضنا إنه آلبة طوله أربعة سنتيمتر فإن أصغر زاوية هي زاوية طيب أنا عندي أصغر زاوية في المسلس أصغر زاوية بتقابل شنو أصغر ضلع يبقى أصغر ضلع هو آلبة طوله كم؟ أربعة يبقى يقابل الزاوية جيم يقابل الزاوية جيم يبقى أصغر زاوية هي زاوية آلف جيم بقى هي زاوية آلف جيم بقى الليها راسة شنو جيم حيث جيم تقع بين شنو بين آلف وبقى له أصغر ضلع أما أكبر زاوية في هذا المسلس تقابل أكبر ضلع أكبر ضرع كم؟ تمانية هذا الضرع هو ألف شنو؟ جيم يبقى ضرع ألف جيم هو أكبر أضلع المسلس يقابل شنو؟ الزاوية ب يقابل الزاوية ب ليه زاوية شنو؟ ألف ب جيم هي زاوية ألف ب جيم هي أكبر شنو؟ زاوية السؤال ب قال هل يمكن رسوم مسلس أطوال أضلعه هي 7 سنتيمتر 12 سنتيمتر 4 سنتيمتر طبعاً أي مسلس لا يمكن رسمه إلا إذا كان مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع السالس مجموع أي ضلعين أكبر من الضلع السالس فأنا أسأل لو جمعته 7 زايد 12 أكبر من 4 عبارة صحيحة ولو جمعته 7 زايد 4 ب11 يبقى طالما 7 زايد 4 ب11 اللي أصغر من كم؟ 12 يبقى لا يمكن رسمه يبقى ليابه هنا لا لماذا؟ أقول لأن لأن الضلع 7 زايد 4 أصغر من 12 لأن النظرية تقول شنو؟ في أي مسلس معيض الآن أكبر من الضلع السالس طالما 7 زايد 4 ما أكبر من 12 يبقى هذا المسلس لا يمكن شنو؟ رسمه لهذا السبب طيب عندنا هنا مسألة برهان معطى ألف دال يساوي باء دال اللي هو مسألة مسألة الساقين والمقطوب إثباته على زي النسبة إنه تضلع باء جيم أكبر من ألف جيم طيب أول حاجة أنا بدي اعتبار للمقطوب شنو إثباته بعد ذاك المقطة أول حاجة لأي باء جيم بنظر إلى الساكل أين باء جيم؟ ده باء وده جيم طيب بقول باء جيم مقوم من قطعتين جيم دال زايد دال باء مقوم من قطعتين ألف جيم باء راو ما عنده مشكلة ضلع منفرد باء راو فلمن أجل البرهان وعايز أبدأ أشوف ألف جيم باء راو منفرد طيب في مسألة ألف جيم دال ألف جيم وهنا فيه جيم شنو؟ دال جزء من شنو؟ من باء جيم إيه بقى أقول في هذا المسلس؟ في مسألة ألف جيم دال أقول شنو؟ ألف دال زايد جيم دال ألف دال زايد جيم دال أكبر من ألف جيم نظرية في أي مسلس من معيض العين أكبر من أبدل على السالس؟ ألف دال زي جيم دال أكبر من ألف جيم خليت جيم شنو؟ بروح عشان بعدين ما يعمل ليه إشكال أكبر من ألف جيم نظرية في أي مسلس من معيض العين أكبر من أبدل على السالس؟ طيب لكن بلاحظ سنوه بيدينا ألف دال يسأل شنو؟ بدال أقول لكن 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 ألف دال يساوي ب دال معطى ألف دال يساوي ب دال معطى يلا أقوم استبدل في المدبعين فوق استبدل شنو؟ استبدل ألف دال ببدال لأنه ألف دال بساوي بدال أجي أقول شنو؟ أقول إذن بدلاً عن ألف دال زايد جيم دال استبدل ألف دال بيشنو؟ ببدال أقول إذن بدال إذن بدال زايد جيم دال أكبر من ألف جيم أكبر من ألف جيم أرجع للكلام الجبيل قلناه قلنا با جيم عبارة عن شنو عبارة عن بدال زايد جيم دال أقول لكن لكن داي اللي تنم مع بعض لكن لكن با دال زايد جيم دال اللي تنين بده قطعة واحدة أو ضلع واحد با دال زايد جيم دال بده شنو با جيم يسأل شنو با جيم إذن بدال زايد جيم دال حل محلهم شنو با جيم حل محلهم شنو با جيم إذن إذن با جيم أكبر من ألف جيم وهو المطلوب يزبطه با جيم أكبر من ألف جيم وهذا المطلوب يزبعته ننتقل إلى مسألة أخرى في نفس الباب السادس مديني هذا الرباية ألف بق جيم دال مديني ألف بق أكبر من بق جيم أكبر من جيم دال أكبر من ألف دال قال ليه المطلوب يزبعته زاوية ألف ألف دال جيم هذه زاوية قال أكبر من زاوية ألف بق جيم ألف بق جيم طيب العمل عملنا شنو؟ وصلنا بق مع دال لأنه توصيل بق مع دال متعلق بشنو؟ بالمطلوب يزبعته لأنه الزاوية دي راسة دال والزاوية دي راسة بق وأنا ما عندي مسلسات ما بقدر أنا في هذا الباب ما بقدر حلليه مسألة اللي يكون فيه مسلس مسلساته لو وصلت بق مع دال ليه؟ لأنه في المطلوب يزبعته زاوية دال تكون أكبر من زاوية شنو؟ بق يبقى وصلت بق مع دال بيقى مسلسين كل مسلس بيختلف في فوق دلعين طيب لو مسألت المسلس الأول الأعلى في مسلس آلف بق دال بلاحظ في هذا المسلس حسب المعطيات عندي هنا فوق بعائل المعطيات هنا في هذا المسلس عندي شنو؟ آلف با أكبر من دال ألف يعني أنه آلف با أكبر منهم كلهم فبكتب إنه آلف با في هذا المسلس أكبر من آلف دال السبب معطى السبب معطى طيب آآ عندنا نظرية بتقول إذا اختلف طول عدلعين في مسلس فإن الضلع الأكبر تعابله زاوية كبرى فإن الضلع الأكبر تعابله زاوية كبرى إذن إذن زاوية الضلع بتقابل الضلع ألف با راسة دال إذن زاوية ألف دال با ستكون أكبر من زاوية الضلع بتقابل الضلع ألف دال في هذا المسلس اللي هي راسة با يبقى زاوية ألف با دال والسبب طالش نظرية إذا اختلف طول عدلعين في مسلس فإن الضلع أكبر تعابله زاوية كبرى دينتيها رغم كم؟ واحد أجل المسلس الثاني الأسفل في مسلس با جيم دال أيضا عائلة المطلوبة يسبعته عنده هنا فوق با جيم أكبر من جيم دال في هذا المسلس با جيم أكبر من جيم دال موطة با جيم أكبر من جيم دال كلام ده موطة إبقى النفس النظرية إذا اختلف طول عدلعين في مسلس فإن الضلع الأكبر تقابله زاوية كبرى إبقى بهذا المسلس الضلع الأكبر هو با جيم با جيم إبقى تقابله الزاوية التي رأسها دال رأسها دال إذن زاوية با دال جيم إذن زاوية با دال جيم اللي هي رأسها دال تقابل با جيم اللي هو الأكبر هذه زاوية حتكون أكبر من زاوية بتقابله الضلع جيم دال جيم دال تقابله الزاوية التي رأسها با إبقى زاوية جيم با دال برضو كلام ده سببه نظرية فإن الضلع الأكبر تقابله زاوية الكبرى نتيجة رغم كم اتنين طيب دايما في المتباينات ما بكون عندنا استنتاج يا نجمع المتبايناتين مع بعض أو نطرحه من بعض نحص على المطلوب شنو يزبهته فبلاحسين في الطرف الأيمن الزاوية ده رأسها دال وده رأسها دال إبقى ده رأسها دال ورأسها دال معناها الزاويتين اللي جديم حتهم مع بعض بدون زاويت شنو أهل با جيم وده في الطرف الأيسر ده رأسها با وده رأسها با إبقى با معا با بدون زاوية شنو أقل با جيم وفي نهابة تحص على المطلوب شنو إبقى أقول شنو بجمع بجمع واحد واثنين بجمع واحد واثنين نجد أن الطرف الأيمن هنا في المتباينات الأولى زاوية ألف دال با زاوية با دال جيم معناها الناتحة هيكون أكبر من زاوية آآ ألف با دال هنا في الطرف الأيسر زاية زاوية آآ جيم با دال جيم با دال طيب دراسة ها دال ودراسة ها دال اللي تنين مع بعض الدونيزة يشنو ألف دال جيم إذن زاوية ألف دال جيم هتكون أكبر من زاوية دراسة با ودراسة با اللي اتنين مع بعض بدوني زاوية تنو ألف با جيم وهو المطلوب إذباته ننتقل إلى هذه النظرية في الباب السادسة التباين قال ما أشتك لي اليسار معطى زاوية آلف با جيم أكبر من زاوية جيم آلف با المطلوب إذباته طيب أنا من المعطى عرفت النظرية عنه علي زاوية أكبر من زاوية هذه النظرية هي النظرية سنو إذا اختلفت قيمتها زاويتين في مسلس فإن الزاوية الكبرى يقابلها أضلها الأكبر طيب طالما زاوية آلف با جيم أكبر من زاوية جيم آلف با معنى المطلوب إذباته آلف جيم بطلع رأسة الزاوية با معنى زاوية با يقابلها أضلها آلف جيم هنا بستخرج الحرف آلف له رأسة الزاوية معنى يقابلها أشنو جيم با جيم يبقى المنطلوب يزبعته ألف جيم يكون أكبر من جيم عايزين الناس بترنه ألف جيم أكبر من جيم العمل العمل مكسوم إلى اتنين جزئين العمل الأول هنا الخطة قال أرسم با ميم أرسم با ميم ليقطع ألف جيم في النقطة ميم حيث زاوية نقط تساوي زاوية نقط طيب الزاوية موضحك قدامك العمل ده أخد جزء من زاوية با سميناها سين واحد وهنا زاوية القلف كلها سميناها سين شنو اتنين عصفا العمل يعني أنه زاوية سين واحد تساوي زاوية سين شنو اتنين يبقى الفراغات دي باكملها كيف أسمي زاوية سين واحد زاوية سين واحد أسميها بثلاثة حروف ودي سميها بثلاثة حروف يبقى زاوية سين واحد هزي الزاوية رأسها با رأسها با يبقى أبدأ من شنو من ميم أمسي لي با يبقى هي زاوية ميم زاوية ميم تساوي زاوية ليسين اثنين رأسها ألف يبقى هي زاوية جيم ألف العمل الثاني أرصم منصف الخطة هو منصف لزاوية شنو ألف ألف أرصم منصف زاوية ألف بأ ميم ليلاغي ألف جيم في النقطة نون البرهان بيعتمد على شنو بيعتمد على زاويتين تعال الزاوية المسمية بسين واحد وصاد واحد تسميها زاية واحدة تقول زاوية جيم بأ نون ما كونه من زاويتين زاوية جيم بأ نون تساوي سين واحد زاية صاد واحد عبارة عن زاوية مكونة من شنو من زاويتين هنا عندنا الزاوية دي راسها نون الزاوية دي خارجية الزاوية دي خارجية في شنو في المثلثة التي تحتها طوالي اسمها زاوية جيم نون بأ زاوية جيم راسها نون بأ خارجية في مسلس ألف بأ نون يبقى بالساوي نوع زاوي الخارجية يبقى بالساوي مجموعة الزاويتين الداخلتين البعدتين يبقى بالساوي سين اتنين زاوي صاد اتنين بالساوي سين اتنين زاوي الصاد اتنين اللي زاوي ماله خارجية قلنا فيه مسلس الف بقنون لكن بالعمل قلنا شنو لكن بالعمل قلنا زاوي السين واحد بالساوي سين اتنين وزاوي الصاد واحد بالساوي صاد اتنين الكلام ده قلنا بالعمل بالعمل سين واحد بالساوي سين اتنين صاد واحد بالساوي صاد اتنين اذا طالما سين واحد بالساوي سين اتنين وصاد واحد بالساوي صاد سين اتنين اذا سين واحد زاوي الصاد واحد حساوي ليه سين اتنين زاوي الصاد سين اتنين يعني معناها زاويتين دي المعنى مستويات إذن زاوية جيم بق نون هساوي زاوية جيم نون بق زاواتين ذا المستويات ولتنا زاواتين في مسألة جيم نون با ابقى زاواتين مسألة واحد معنا مسألة جيم نون با مسألة مسألة ساغين مسألة مسألة ساغين طالما مسألة ذا مسألة الساغين بطل حروف النص إذن جيم نون يساوي جيم با جيم نون يساوي جيم شنو با لكن طالما جيم نون بيساوي جيم بأ أقول لكن نون لكن نون نقطة جيم نون معلاء نقطة على ألف جيم نقطة على ألف جيم بما أن نون نقطة على ألف جيم معناها ألف جيم أكبر من جيم نون ذا من الكل أكبر من الجزء والجزء أكبر من الجزء من الكل إذن ألف جيم أكبر من إذن إذن ألف جيم أكبر من جيم نون أكبر من جيم نون طالما جيم نون بيساوي جيم شنو با إذن ألف جيم يكون أكبر من جيم با وهو المطلوب إذباته نطلع إن شاء الله واصل وإن شاء الله أنا واصل لتكملة هذه المراجعة ونتمنى أن تكون أستفيدت من هذه الحصة وإلى أن نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله نكتفي بهذا الغدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم نواصل بإذنه تعالى في حصص التركيز والمراجعة لرياضيات الصف الثامن مرحلة الأساس وعندنا هنا على السبورة مسلس ألف با جيم مدنا أطول ألف جيم تمانية سنتيمتر وطول أطلع با جيم خمسة سنتيمتر وألب با عبارة عن عدد صحيح أو أطلع مفقود قال من هذا المسلس المسلس ألف با جيم أجيب على الآتي قال أطلع ألف با هذا أطلع المفقود لابد أن يكون أكبر من نقاط سنتيمتر وأصغر من نقاط سنتيمتر المعلومتين دلال الاثنين لابد أن يكون أكبر من معارف أننا في النظرية في التباون اللي هو في أي مسلس مجموعي ضلعين أكبر من الضلع السالس وعندنا نتيجة من هذه النظرية بتقول في أي مسلس طول أي ضلع أكبر من الفرق بين طولي الضلعين والآخرين فلهم يقول لي الضلع المفقود لابد أن يكون أكبر من معناها طوالي أكبر من شنون الفرق بين طولي الضلعين ألف جيم وبا جيم فطالما ألف جيم طوله تمانية وبا جيم طوله خمسة بجيب الفرق بينهما يعني بقول تمانية ناقص خمسة تمانية ناقص خمسة إيبقى لابد أن يكون أكبر من 3 سنتيمتر اللي هو الفرق بين 8 و 5 3 وأصغر من ده عكس النظرية النظرية بتقول مجموع أي ضلعين أكبر من الضلعين أو في أي مسلس مجموع أي ضلعين أكبر من الضلعين السالس يبقى عكس النظرية في أي مسلس معناها طول أي ضلع أصغر من مجموع الضلعين الآخرين يبقى هذا الضلع المفقود لا بد أن يكون أصغر من بجمع الثمانية زايد خمسة ولو يكون أصغر من مجموع الضلعين الآخرين يبقى تمانع زايد خمسة له تلات عشر طيب أجي هنا السؤال بيصوف في نفس الكلام قال إذن أكبر قيمة صحيحة للضلع آلبة يعني أكبر قيمة صحيحة تكون ممكنة للضلع آلبة جيم يعني آلبة جيم ممكن يكون كم أو أكبر قيمة يأخذها هي كم فبقوم أعمل طبعا طالما هو أصغر من تلات عشر طالما الضلع ده أصغر من كم تلات عشر بنقص من تلات عشر واحد عشان تكون أكبر قيمة هي كم اتناشر سنتيمتر يبقى أكبر قيمة أكبر قيمة معناها بجمع الضلعين تمانع زايد كم خمسة ونقص منهم واحد تكون أكبر قيمة للضلع عالبة هي اتناشر شنو سنتيمتر لأنه أصغر من كم من تلات عشر واصغر من تلات عشر لابد أن يكون طوال وباشرة كم اتناشر وأصغر قيمة ممكنة قبل أن يجبنا هذا الضلع يقولنا أكبر من كم من تلاتة معنا بضيف للتلاتة واحد لأن تكون أصغر قيمة هي كم أربعة سنتيمتر يبقى السؤال واضح أي ضلع لابد أن يكون أكبر من أجيب الفرق بين العددين أصغر من شنو أجمع الرغمين مع بعض طيب أكبر قيمة ممكنة هي شنو بجمع الرغمين مع بعض ونقص منهم كم واحد أما أصغر قيمة ممكنة للضلع المفقود معناها بطرح الضلعين من بعض اللي هي تمانع نقص كم خمسة واضف لها واحد تمانع نقص خمسة بثلاتة واضف لها واحد معناها أصغر قيمة كم أربعة لو بعد ذلك لو عايز الأطوال الممكنة مرات يقول لك جد مجموعة الأطوال الممكنة لآلبة معناها حابدة من شنو من الأربعة لحد الاثناشر بفتق غوثين ممويدين بكتب أربعة خمسة ستة سبعة لحد اطناسر وأكفر غوث المجموعة طيب قال ليه لو كان طول آلبة أربعة سنتيمتر لو فرضنا إنه آلبة طوله أربعة سنتيمتر فإن أصغر زاوية هي زاوية طيب أنا عندي أصغر زاوية في في المسلس أصغر زاوية بتقابل شنو أصغر ضلع يبقى أصغر ضلع هو آلبة طوله كم أربعة يبقى يقابل الزاوية جيم يقابل الزاوية جيم يبقى أصغر زاوية هي زاوية آلب جيم هي زاوية آلف جيم اللي هي راسة شنو جيم حيث جيم تقع بين شنو بين آلف وباء له أصغر ضلع أما أكبر زاوية في هذا المسلس تقابل أكبر ضلع أكبر ضلع كم؟ تمانية هذا الضلع هو ألف شنو؟ جيم يبقى الضلع ألف جيم هو أكبر الله عن المسلس يقابل شنو؟ الزاوية باء يقابل الزاوية باء ليه زاوية شنو؟ ألف باء جيم يعز возможность ليه زاوية ألف باء جيم هو أكبر شنو؟ زاوية السؤال باء قال هل يمكن رسمه مسلس أطوال أضلاعه هي 7 سنتيمتر 12 سنتيمتر 4 سنتيمتر طبعا أي مسلس لا يمكن رسمه إلا إذا كان مجموع أي ضلعين أكبر من أضلع السالس مجموع أي ضلعين أكبر من أضلع السالس فأنا أسأل لو جمعته 7 زائد 12 أكبر من 4 عبارة صحيحة ولو جمعته 7 زائد 4 بـ 11 ما أكبر من 12 طالما 7 زائد 4 بـ 11 اللي أصغر من كم؟ 12 لا يمكن رسمه لماذا؟ أقول لأن لأن الضلع 7 زائد 4 أصغر من 12 لأن النظرية بتقول شنو في أي مسلس معي ضلعين أكبر من أضلع السالس طالما 7 زائد 4 ما أكبر من 12 يبقى هذا المسلس لا يمكن شنو رسمه لهذا السبب طيب عندنا هنا مسألة برهان معطى ألف دال يساوي باء دال اللي هو مسألة مسلسة ساغن والمطلوب أصبحته على زي النسبة إنه تضلع با جيم أكبر من ألف جيم طيب أول حاجة أنا بدي احتبار المطلوب شنو إصبحته بعد ذاك المقطة أول حاجة لي بجيم بنظر إلى السكل أين بجيم دبا وده جيم طيب بقول بجيم مقوم من قطعتين جيم دال زائد دال با مقوم من قطعتين ألف جيم براه ما عنده مشكلة ضلع منفرد براه فلمن أجل البرهان وعايز أبدأ أشوف ألف جيم براه منفرد طيب في مسلس ألف جيم دال ألف جيم وهنا فيه جيم شنو دال جزء من شنو من با جيم إيه بقى أقول في هذا المسلس في مسلس ألف جيم دال أقول شنو ألف دال زائد جيم دال ألف دال زائد جيم دال أكبر من ألف جيم نظرية في أي مسلس مجموعيظ لأن أكبر من ضلع السالس ألف دال زائد جيم دال أكبر من ألف جيم خليت جيم شنو براه حشان بعدين ما يعمل ليش كال أكبر من ألف جيم نظرية في أي مسلس مجموعيظ لأن أكبر من ضلع السالس طيب لكن ملاحظ صنوه يديني ألف دال يساوي شنو بدال أقول لكن 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 ألف دال يساوي بدال معطا ألف دال يساوي بدال معطا يلا أقوم استبدل في المدبعين فوق استبدل شنو استبدل ألف دال ببدال لأنه ألف دال بساوي بدال أجه أقول شنو أقول إذن بدلا عن ألف دال زائد جيم دال أستبدال ألف دال ب War She те بها شنو؟ ببدل أقول إذن بدل إذن باب دال زائد جيم دال أكبر من ألف جيم أكبر من ألف جيم أرجع للكلام القبيل قلناه قلنا با جيم عبارة عن شنو؟ عبارة عن بدل زائد جيم دال أقول لكن لكن ده الاتنين مع بعض لكن لكن با دال زايد جيم دال الاتنين بده قطعة واحدة او ضلع واحد با دال زايد جيم دال بده شنو با جيم يسأل شنو با جيم اذا با دال زايد جيم دال حل محلهم شنو با جيم حل محلهم شنو با جيم اذا إذن بجيم أكبر من ألف جيم وهو المطلوب يزبعته بجيم أكبر من ألف جيم وهو المطلوب يزبعته ننتقل إلى مسألة أخرى في نفس الباب السادس مديني هذا الربائي ألف بجيم دال مديني ألف بأ أكبر من بأ جيم أكبر من جيم دال أكبر من ألف دال قال ليه المطلوب يزبعته زاوية ألف ألف دال جيم هذه الزاوية قال أكبر من زاوية ألف بأ جيم ألف بأ جيم طيب العمل عملنا شنو؟ وصلنا بأ مع دال لأنه توصيل بأ مع دال متعلق بشنو؟ بالمطلوب يزبعته لأنه الزاوية دي راسة دال والزاوية دي راسة بأ وأنا ما عندي مسلسات ما بقدر أنا في هذا الباب ما بقدر حل ليه مسألة اللي يكون فيه مسلس مسلس ذاته لو وصلت بأ مع دال ليه؟ لأنه في المطلوب يزبعته زاوية دال تكون أكبر من زا الشنو بأ يبقى وصلت بأ مع دال بيكون مسلسين كل مسلس بيختلف في فوق دال عين طيب لو مسألة المسلس الأول الأعلى في مسلس آل بأ دال بلاحظ في هذا المسلس حسب المعطيات عندي هنا بعائل المعطيات هنا في هذا المسلس عندي شنو؟ آل بأ أكبر من دال ألف لأنه آل بأ أكبر منه كلهم فبكتب إنه آلف بأ في هذا المسلس أكبر من آلف دال السبب معطى السبب معطى طيب آآ عندي نظرية بتقول إذا اختلف طول عد العين في مسلس فإن الضلع الأكبر تعابله زاوية كبرى فإن الضلع الأكبر تعابله زاوية كبرى إذن زاوية الضلع ألف بأ راسة دال إذن زاوية ألف دال بأ هتكون أكبر من زاوية الضلع بتقابله الضلع ألف دال في هذا المسلس اللي هي راسة بأ يبقى زاوية ألف بأ دال والسبب طال شنو؟ نظرية إذا اختلف طول عد العين في مسلس فإن الضلع أكبر تعابله زاوية الكبرى دي نتيجة رغم كم؟ واحد أجل المسلس الثاني الأسفل في مسلس بأ جيم دال أيضاً عائلة نطلب يسبعته عندي هنا فوق بأ جيم أكبر من جيم دال في هذا المسلس بأ جيم أكبر من جيم دال موطة بأ جيم أكبر من جيم دال كلام ده موطة يبقى نفسها النظرية إذا اختلف طول عد العين في مسلس فإن الضلع الأكبر تعابله الزاوية الكبرى يبقى بهذا المسلس الضلع الأكبر هو با جيم بأ جيم يبقى تعابله الزاوية التي راسها عشنو؟ دال راسها؟ دال إذن زاوية بأ دال جيم إذن زاوية بأ دال جيم اللي هي راسها دال تقابل بأ جيم اللي هو الأكبر هذه الزاوية حتكون أكبر من زاوية تقابله الضلع جيم دال جيم دال تقابله الزاوية التي راسها بأ يبقى زاوية جيم بأ دال برضو كلام ده سببه نظرية فإن الضلع الأكبر تقابله الزاوية الكبرى نتيجة رغم كم؟ اتنين طيب دايما في المتباينات ما بكون عندنا استنتاج يا نجمع المتبايناتين مع بعض او نطرحه من بعض نحص على المطلوب شنو يزبعته فبلاحسين في الطرف العيمن الزاوية دي راسة دال ودي راسة دال يبقى دي راسة دال وراسة دال معناها الزاويتين اللي جديد معتهم مع بعض بدوني زاوية شنو قالب با جيم في الطرف الايسر دي راسة با ودي راسة با يبقى با معا با بدوني زاوية شنو وفي نابة حصل على المطوب شنو إسباطه بجمع بجمع واحد واثنين بجمع واحد واثنين نجد أن الطرف الأيمن هنا في المدبينة الأولى زاوية ألف دال ب زاوية ب دال جيم معناها أنها هيكون أكبر من زاوية ألف بدال هنا في الطرف الأيسر زاية زاوية جيم بدال جيم بدال طيب دراسة دال ودراسة دال اللي تنين مع بعض ودوني زايد شنو ألف دال جيم إذن زاوية ألف دال جيم هتكون أكبر من زاوية دراسة بقى ودراسة بقى اللي تنين مع بعض بدوني زاوية تنو ألف بقى جيم وهو المطلوب إذباته ننتقل إلى هذه النظرية في الباب السادسة التباين قال ما الشكل هي اليسار معطى زاوية ألف بق جيم أكبر من زاوية جيم ألف بق المطلوب إذباته طيب أنا من المعطى عرفت النظرية لأنني زاوية أكبر من زاوية هذه النظرية هي النظرية شنو إذا اختلفت قيمتها زاويتين في مسلس فإن الزاوية الكبرى يقابلها الضلع الأكبر طيب طالما زاوية ألف Нет أكبر من زاوية جيم ألف بق معنى المطلوب يثباته ألف جيم بطلع رأس الزاوية بق معنى زاوية بق يقابلها أضلع ألف جيم هنا بستخرج الحرف ألف لما هو رأس الزاوية معنى يقابلها لأجنو جيم بق جيم بق يبقى من طلب زباته ألف جيم يكون أكبر من جيم بق عايزين الناس بترنه ألف جيم أكبر من جيم بق العمل العمل مكسوم إلى اتنين جزئين العمل الأول هنا الخطة قال أرسم بق ميم أرسم بق ميم ليقطع ألف جيم في النقطة ميم حيث زاوية نقط تساوي زاوية نقط طيب الزاوية موضحة قدامك العمل ده أخد جزء من زاوية بق سميناها سين واحد وهنا زاوية قلب كلها سميناها سين شنو اتنين أصلا العمل يعني أنه زاوية سين واحد تساوي زاوية سين شنو اتنين يبقى الفراغات دي باكملها كيف أسمي زاوية سين واحد زاوية سين واحد أسميها بثلاثة حروف ودي سميها بثلاثة حروف يبقى زاوية سين واحد هذه الزاوية رأسها بق يبقى أبدأ من شنو من ميم أمسي لي بق أمسي لي جيم يبقى هي زاوية ميم بق جيم زاوية ميم بق جيم تساوي زاوية رأسها ألف يبقى زاوية جيم ألف بق زاوية جيم ألف بق العمل الثاني أرصم منصف الخطة هو منصف لذلك ألف بق ميم زاوية ألف بق ميم أرصم منصف زاوية ألف بق ميم ليلاغي ألف جيم في النقطة نون البرهان بيحتمد على شنون مسمى بالسين واحد وصاد واحد داي اللي تنمها بعض تسمينها زاية واحدة زاوية جيم بق نون مكونة من زاويتين زاوية جيم بق نون تساوي سين واحد زاوي صاد واحد عبارة عن زاوية مكونة من شنون من زاويتين هنا عندنا الزاوية دي راسة نون الزاوية دي خارجية الزاوية دي خارجية في شنون في المسلسة التي تحت طوالي اسمها زاوية جيم نون ب زاوية جيم راسة نون ب خارجية في مسلس ألف ب نون يبقى بالساوية نون زاوية خارجية يبقى بالساوية مجموعة الزاويتين الداخلتين البعدتين يبقى بالساوية السين اثنين زي الصاد اثنين بالساوي سين اتنين زاوي الصاد اتنين اللي زاوي ماله خارجية قلنا فيه مسلس الف بقنون لكن بالعمل قلنا شنوه لكن بالعمل قلنا زاوي السين واحد بالساوي سين اتنين وزاوي الصاد واحد بالساوي صاد اتنين الكلام ده قلنا بالعمل بالعمل سين واحد بالساوي سين اتنين صاد واحد بالساوي صاد اثنين إذن طالما سين واحد بالساوي سين اثنين وصاد واحد بالساوي صاد ثنون اثنين إذن سين واحد زاوي الصاد واحد حساوي ليس سين اثنين زاوي الصاد ثنون اثنين يعني معناها زاويتين دي المالين زاويتين دي المعناها مستعيات إذن زاوية إذن زاوية جيم بق نون حساوي زاوية جيم نون بق زاويتين دي المستعيات ولتنا زاواتين في مسألة شنو في مسألة جيم نون با ابقى زاواتين مساويات في مسألة واحد معنا مسألة جيم نون با مسألة مساوي الساغين مسألة مساوي نون ساغين طالما مسألة ذا مساوي نون الساغين بطل حروف النص إذن جيم نون يساوي جيم با جيم نون يساوي جيم شنو با لكن طالما يجيم نون بيساوي جيم بأ أقول لكن نون لكن نون نقطة جيم نون معلى نقطة على ألف جيم نقطة على ألف جيم بما أن نون نقطة على ألف جيم معناها ألف جيم أكبر من جيم نون ده من الكل أكبر من الجزء والجزء أكبر من الجزء من الكل إذن ألف جيم أكبر من إذن إذن ألف جيم أكبر من جيم نون أكبر من جيم نون طالما جيم نون بيساوي جيم شنو با إذن آلف جيم يكون أكبر من جيم با وهو المطلوب إذباته نكتفي بهذا القطر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيبة تعليمية مدرسة كل أسرة